دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين الراغبين في أخذ تطعيم فالينفا الفرنسية المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 لتوجه مباشرة إلى المراكز الصحية التي توفر هذا النوع من التطعيم دون الحاجة للحصول على موعد وكانت مملكة البحرين قد تسلمت أولى دفعات هذا التطعيم من الجمهورية الفرنسية في مارس الماضي لتكون أول دولة في العالم تجيز وتتسلم التطعيم الفرنسي قامت وزارة الصحة بتوفير تطعيم فالينفا الفرنسي المضاد لفيروس كورونا الذي وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له حيث دعت الوزارة الفئات العمرية من 18 سنة فما فوق من المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيم وصلنا في مملكة البحرين التطعيم الفرنسي فالينفا الجديد التطعيم عبارة عن جرعتين ينأخذ بينهم شهر واحد طبعاً إحنا دائماً ننصح بأخذ التطعيمات لأنها حماية حق الأفراد والمجتمع وتمنع انتشار الأمراض التطعيم يأخذ حق جميع الأفراد وننصح دائماً لعمرهم 50 سنة فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي بأخذ التطعيم كما أجازت الوكالة التنظيمية للألويات ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة استخدامه مؤخراً وذلك بعد استفائه معايير السلامة والجودة والفاعلية بالنسبة لتطعيم فالينفا هو تطعيم فرنسي تم توفيره من قبل وزارة الصحة بعد موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين تم توفيره بتاريخ 14 إبريل 2022 وهو عبارة عن جرعتين بين كل جرعة والثانية 28 يوم يعطى للفئة 18 سنة فما فوق ونشجع عليه لمرضى ذوي الأمراض المزمنة للمرضى ما فوق 50 سنة وللمرضى اللي يعانون من مشاكل مثل أمراض القلب، أمراض الكلة، أمراض الكبد، ضعف المناعة وغيرة من الأمراض وينصح بتطعيم فالينفا لذوي الأمراض المزمنة ممن يعانون من أمراض القلب والكلة، ضعف المناعة وغيرها من الأمراض في حين لا ينصح بهذا التطعيم للحوامل والمرضعات ترجمة نانسي قنقر